ألقى الرئيس الصيني شيجينبين كلمة في الدورة التاسعة والعشرين للاجتماع غير الرسمي لإقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك في العاصمة التايلندية بنكوكا التفاصيل في التقرير التالي طرح الرئيس الصيني شيجينبين بضعة اقتراحات في كلمته أولا الحفاظ على العدل والإنصاف الدوليين لبناء آسيا والمحيط الهادئ التي يسودها السلام والاستقرار أحث رئيس شيج جميع الاقتصادات في إطار أبيك على أخذ الشواغ للأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد وتعزيز التسوية السلمية للخلافات والنزاعات بين مختلف الدول من خلال الحوار والتشاور داعيا جميع اقتصادات أبيك إلى المشاركة بصورة النشطة في الحوكمة العالمية من أجل جعل الأنظمة الدولية أكثر إنصافا وعقلانية بغية ضمان السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئي وحتى العالم ثانيا التمسك بالانفتاح والشمول لبناء آسيا والمحيط الهادئ التي يسودها الرخاء المشترك وقال رئيسي إن الصين ستعمل مع الأطراف الأخرى على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة على نحو شامل وبجودة عالية وستواصل المضية كدما نحو الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي بما يدعم التنمية المتكاملة في المنطقة ثالثا التمسك بالتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون لبناء آسيا والمحيط الهادئ النظيفة والجميلة وقال رئيسي إن حماية البيئة الايكولوجية ومواجهة تغير المناخ من التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء مشيرا إلى أن جميع اقتصادات أبك يجب عليها تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني وتسريع التنمية المنسقة للرقمنة والخضرنة ودفع التحول والتحديث للطاقة والموارد وهيكل الصناعات وهيكل الاستهلاك وتدعيم التنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية رابعا التمسك بالمستقبل المشترك لبناء آسيا والمحيط الهادئ التي تتميز بالتعاضد والتساند وأشجع رئيسي اقتصادات أبك على النظر إلى التعاون في آسيا والمحيط الهادئ من المنظور الاستراتيجي وطويل الأمد والحفاظ على مكانة أبك القناة الرئيسية في التعاون الإقليمي والحفاظ على الاتجاه الصائب للتعاون في آسيا والمحيط الهادئ اشتركوا في القناة